أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام عبر شاشتكم شاشة تلفزيون قطر وهنا من المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ومع جائزة كتارا لتلاوة القرآن وتحت شعار قول النبي عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم نبدأ هذه الحلقة بالترحيب بلجنة الأحكام والتجويد أهلا ومرحبا بكم ولجنة التحكيم الصوتي أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من أراد أن يتمسك بالهدى الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الأرض فليتمسك بكتاب الله ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب رزقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم حسن الاتباع وحسن الاستماع لكلام ربنا جل وعلا مع أول المتسابقين معنا في هذه الحلقة من جمهورية مصر العربية القارئ محمد مجدي الدميري السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا أعوذ بالله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا لطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء أو وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لقوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم القارئ محمد مجدي بارك الله فيك على هذه التلعوة شكرا لك نستمع إياك للجنة التحكيم الدكتور أحمد المحصراوي تعليقك أخي محمد بارك الله فيك محمد بداية بدأت مرتل حقيقة ونفس الأداء بدأت واستمرت لكن صرت تقرأ ما بين المرتل والمجود أو يسمون المناغم حيرتني مش عارف أحسب لك مرتل ولا مجود حقيقة أفضك ومخرجك جميلة ولكن هناك بعض الملاحظات خاصة في مقاتة وأفواجة وفاقة كذابة المدود الطبيعية زادت معاك وأعنابة حركت فيها العين أعنابة ماشي وبعد أنت قلت رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وقل وما بينهما ورجح تاني لأن هي المفروض يعني مثلا رب السماوات والأرض وما الرحمن لا يملكونها من خطاب أقول لا على بعض أنت بذقت وقلت الرحمن لا يملكونهم من خطابة كفا إنما الرحمن لو على الكراءة تنرفع وتقول الرحمن لا يملكونهم من خطابة يمشي ماشي؟ وفقك يا الله يا محمد اللهم أمين شكرا لك يا دكتور أحمد نلتقى لجنة التحكيم الصوتي شيخ محمد مكي أسند الأمر إليك نعم أحسنت أخي أحمد محمد ما شاء الله طبعا كنت موفقا باختيار قصر الآيات قصيرة مساعدة للنفس وهذا شيء يحسب لك القراءة لما يدخل إلى الاستوديو أو إلى التسجيل فلا يحسب هذا الأمر وهذا أمر ضروري جدا يختار بعض المقاطع الطويلة الآيات الطويلة تذهب بالنفس تضر بالأداء أداء كان جيد لكن فعلا كأنك بين الحذر والتحقيق بدأت بالحذر وتبعت بالتحقيق قراءة جيدة أسأل الله تبارك تعالى أن يوفقك وتكون من المتميزين إن شاء الله شيخ محمد ماشاء الله عليك صد متمكن جميل لسا كنا نحكي أنا والشيخ عندك إمكانية قوية لكن لم تتم استخدامها بشكل صحيح الآن تقرأت آيات تصف أهل الجنة وتصف أهل النار وفيها من الوصف الكثير 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 ولكن هذا لم نره ينعكس على قراءتك فلما عند لا يرون فيها بردا ولا شرابا يعني كانت لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا كانت مثلا تفاؤلية هي ليست تفاؤلية طبعا وأيضا في مواضع أخرى يعني بهذه الطريقة يعني أننا المتقين مفازة كانت فيها خليل من الحزن يعني وهذا صحيح طبعا ليس فيه حزن هنا بالعكس هنا الفرح وقمة الفوز يعني كزاك الله خيرا أكيدا لكلام السيد عاصم أنا كتبت الكلام هذا كنت في فزوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أتيت بمقام السيكة وما شاء الله عليك إيش؟ إيش صار؟ نعطي التطبيق بشي يفهم أذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا تمام؟ قال إن للمتقين مفازة غير موفق مفعش بعدين كان فيها نجم نقول حاجة ثانية كان دكي قال حدائق وأعمابا طول استدركوا بارك الله فيك بارك الله فيك الانتقال تريده كيف يا شيخ بهلون لما ما قرأ إنا المتقين؟ مباشرة لو كنت أنا سأقرأ مثلا أذوق أذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا لو كنت بأنتقل أختارنا هوند إن للمتقين مفازة كان بالنسبة للمتقين فتح الله تطلع فتح الله عليكم شكرا لك القارئ محمد مجدي من مصر إلى الجزائر والقارئ حكيم عبد الرحمن الجزائري أهلا ومرحبا بك أهلا بالقارئ حكيم السلام عليكم السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوا بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق الله العظيم القارع حكيم عبد الرحمن جزائري شكرا لك على هذه التلاوة لا استمع ليجنس التحكيم شيخ عبد الرشيد ما شاء الله القارع حكيم رأته محكمة ما شاء الله جميلة فتح الله عليك أمتعتنا بما سمعنا من هذه التلاوة شيقة جميلة كان هناك بعض الأشياء في التجويد لكنها لا تؤثر في جمال هذه الغراءة ولا في حسن تجويدك التجويد العام ما شاء الله ما شاء الله أو الأحكام العامة سليمة فضل الله هناك بعض التفخيمات لبعض الأحرف غير المفخمة مثل الهمزة في كلمة الأرض يعني الحروف القوية دائما تجذب الحروف الضعيفة إليها الراء لما تكون مفخمة وهي قوية جذبت الهمزة إليك وهذا ما أشار إليه ابن الجزر رحمه الله في المقدمة كما هو معروف يعني وحاذرا تفخيمة لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا والسبب في هذا أن الأحرف تجذب بعضها كذلك أحصاها بما أن الصاد كان مفخم ألها كذلك خرجت معك مفخمة أحببت أنك عند وقفت وهم لكم عدو أن تبين الشدة فيها في الواو وكذلك أنفسهم إلى آخره وهذه أشياء بسيطة إن شاء الله تعالى فتح الله عليك وبارك فيك وجزاك الله فيما أسمعتنا من هذه التلاوة الشيقة الطيبة جزاك الله خير هناك مسألة بس الشيخ حكيم فقط انتبه إلى حروف الإخفاء يعني حرف الدال وكذلك التاء وكذلك الكاف والسين لم تكن نون عند الحرف فقط غنى لم أسمع أن الحرف المخفى السين أو التاء أو الدال فقب فيما يومين أنا في المستشفى لباس لباس ما شاء الله تبارك الله شخ بولون سيد حكيم بارك الله فيه فتح الله عليه لو لم يقل بأنني كنت في المستشفى ماعنه هرب قليلا لأني لأنا مش كل الحروف بعض الحروف بعض الحروف تخرج من الخيشون فقلتني أكيد أنه هو مزكوما لا شيء به زكام أو رشح فلكن إذن أعذل عن هذه الكلمة أعذل عن التعليم وصف الصوت صوتك يا سيد حكيم متمكن منه أجش القراءة التي استمعت إليها تعبيرية أنت تحاول تدخل في المدرسة التعبيرية بمدرسة الصوت التعبيري الأداة التعبيرية تعبيرية ولكنها آسرة أخذ بالألباب تذكرني بالمدرسة المصرية القديمة الذي يستمع عليك وليعرف أنك يفتح عليك ولكن عندي مؤخدة قليلة جدا أحسنت في البدأ ولم تحسن في نظريه في نظريه هذا تعليقي في الختم في البدأ بدأ بداية مغيرة لبداية القراءة وبداية المتقنين استخدم مقام اسمه مقام النواء أتر المال والبن المال والبنونة زينة الحياة الدنيا أني قلت إيش يعمل ده إيش يعمل إيش يعمل النقطة التانية وراء المجرمون النار قلتها في الصبع فكنت رائعا كررتها في الكرد لماذا وراء المجرمون النار وراء المجرمون النار لماذا كمل في الصبع لا أقفل في البيات يا قلبي أنت كنت في الصبع قريب أخو البياتي رب يفتح عليك قراءة متقنة متقنة الله يستعلك شكرا لك حكيم الجزائري موفق نفعل الله بك الشيخ بوهلول سمح لي بسؤال بسيط جدا يتعلق بالقراءة بالصورة التعبيرية أحيانا بعض الناس وهو يقرأ بعض التعليقات في الآيات التي تكرر معنا خصيصا وتعلق يقول ليته قراب بهذا التعبير ثم بعد ذلك نجد قار آخر يقرأ بتعبير آخر فإذا هو أجمل من الذي قبله والثالث هكذا وربما تختلف وكل ما أعطى تعبير أعطاه جمالا أكثر ما السر هنا هناك مقولة قالها لشيخي رحمه الله الشيخ الأمين محمد جميوة حينما كنت أتعلم منه كلام الله قال لي الأصوات كلها جميلة ولكنها تختلف في الجمال كالأزهار هناك الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق تمام نقطة تانية الإنسان البشري كتلة مليئة بالإحساس الإنسان البشري الفطري الفطري الذي لم تحرفه الفطرة ولم يحرفه تحرفه البيئة عن سلوكه الفطري فطرة الله التي أخرج بعباده فطرة الله وبالتالي الإنسان الفطري يتعلق بمكنونات صدره وإحساسه فتجد قراءة آسرة من الشيخ محمود ومعبرة ثم تجد قراءة آسرة في نفس الآية لأن هذا يقرأ بخشوعه وبتأمله وبروحه التي يملكها وهابها الله إليه تجد قراءة آسرة من الشيخ الصوفي هذا ما رده أن الإنسان يكون فطري حساس من القلب كلها جميلة قراءة بشرط أن تكون فطرية هل أجبتو؟ نعم شكر الله لك شيخ بوهلود مشاهدنا الكرام ننتقل وإياكم إلى المتسابق الثالث معنا في هذه الحلقة من سوريا أحمد حسن كثوم أهلا ومرحبا بك حياة أهل الشام مرحبا ميت خطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتُمْ لَهَ دِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا هو الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَوْسَلْنَاكَ شَاهِدًا إِنَّا أَوْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَايًا إِلَى اللَّهُ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بارك الله فيك على هذه التلاوة قارى أحمد ونفع الله بك نستمع للجلنة التحكيم الشيخ محمود العكاوي تعقيبك على هذه التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للشيخ أحمد تلا تلاوة طيبة وكل من يقرأ القرآن لا يخرج منه إلا الطيب لا يخرج منه إلا الطيب بالنسبة لأحكام التجويد رأيت بعض الأمور منها وَأَصِيلَ وَأَهْ فتحت الشفتين عن حدهما فكان فيها إيمالة وَأَصِيلَ رجع نفسك تجد هذا إن شاء الله وَأَعَدَّ لَهُ وَأَهْ وَأَصِيلَ وَأَهْ أنا كيف تلوتها؟ وَأَهْ وَأَصِيلَ وَأَصِيلَ بدون فتح الشفتين ينحى الحرف بعد ذلك المفتوح إلى الكسر الأمر الثاني وَأَعَدَّ لَهُمْ خَرَجَ مَعَدَّ لِهَوَا فَكَانَتْ ضَعِيفَةَ وهي من حروف الشدة يعني غلبت الرخاوة خروج النفس أكثر مع حرف الدال كذلك أرسلناك يا أيها النبي فعلت هكذا بشفتين أيها إن أرسلناك من تخرج من أقصى الحلق أرسلناك وكذلك مبشرا كورت الشفتين عنده تخرج الجيم الشين من وسط اللسان الجيم والشين والياء من وسط اللسان لا علاقة لا بالشفتين يعني لا تلقي بالشفتين إلى أمام هذه دقائق التجويد يعني تنبغي أن تحرص عليها فقط هذا الذي وجدت شكرا لك يا شيخ محمود عكاوي لجنة التحكيم الصوتي شيخ محان مكة أحسنت أخي شيخ أحمد ما شاء الله يعني يعني ابتدأت بداية كانت جيدة لكن كأنك يعني لم يعني توفق في أخذ النفس فأدى إلى الإرهاق في بعض الآيات وأيضا انتقالك كان سريع فورا إلى الجواب الحاك كان علينا ما شاء الله تمتلك صوت جميل يعني لكن لعلها أحيانا السوديو والمسابقة وكذا لكن يعني جميل طبعا نحن بينا للإخوة لا نريد كثرة مقامات نريد القراءة المتقنة مع بعض المقامات التي تزين يعني أو تبفي تعطي للقراءة الخاشعة كمالها يعني كاملة لكن شيء من فكان سرعة الانتقال بين المقامات كان له أثر عليك لكن بالمجمع وفقك الله وبارك شكرا لك سيد عاصم شيخ أحمد ماشاء الله يعني إمكانيتك حلوة في شيء ضروري جدا أن يعلمهم كل قارئ كل إنسان في هذا العالم يعني يقرأ القرآن له مساحة صوتية من إلى إلى يجب أن تتعلم أن تتعرف على مساحتك الصوتية ما هي من أين إلى أين وتتحكم وتقرأ القرآن ضمن هذه المساحة لماذا؟ لأنه كلما الإنسان تعرف على مساحته الصوتية كلما كان أداءه القرآني جميل وأجمل أما كلما خرجت عن هذه المساحة ظهرت العيوب في النفس والمشاكل والنغم وكل هذه الملاحظات ستظهر سواء كان في قمة المستوى أو في أسفل المستوى فانتبه لهذا الموضوع تعرف على مساحة صوتك وستطع لتستفيد أكثر جزاك الله شكرا لك شكرا لك قارئ أحمد موفق الله يبارك فيك شكرا للقارئ أحمد من سوريا شكرا للجنة التحكيم الجميع المشاهدين الكرام أن القارئ إذا جلس على هذا الكرسي وبدأ يستمع للجنة الأحكام والتجويد ولجنة أيضا التحكيم الصوتي نجد أنه يتواضع جدا ويحاول في نفس اللحظة أن يحاكم ما يقوله الشيخ ويعلم من قضية والله أنا وصلت إلى مسابقة خلاص لماذا يعلق بالطريقة يعجبني ردت فعلا مع الشيخ محمود وكيف تفاعل معه ويحاول أن يعدل وكأن فعلا برامج المسابقات هي برامج تعليم في المقام الأول مشاهدين الكرام سمحتم لنا بفاصل ونعود إليكم إن شاء الله أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل عدنا إليكم ومع المتسابق الرابع معنا في هذه الحلقة من ليبيا عبد الفتاح علي سالم أهلا بالقارئ عبد الفتاح هياك الله أهلا فتح الله لك يا رب موفق إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العذم إلا قليلا صدق الله العظيم القائر عبد الفتاح فتح الله لك على هذه التلاوة بارك الله فيك استمع لي لجنة تحكيم الدكتور عبد الفتاح قراءة جميلة وأداء متزن في اتزان وأداء مميز بالإتقان من حيث المخارج والصفات حقيقة وهناك الملاحظات إلا قد تأثرت بغيرك من قراء مصر بالذات في مثل هذه الكلمات التي أشير أو نبيك إليها ما نقول شي زهوقاء ومشهوداء مشهوداء زهوقاء لا زهوقاء هكذا مشهوداء تبقى لك وذي الوقف بهذه الصورة كأن الكلمة مهموزة ثم مشهوداء أو زهوقاء كأن الكلمة مهموزة وذي بيفعلها كل رأمة شهير ما لك أن تقلد تبقى لك مشهوداء زهوقاء تقف على الأول كذلك خرجت منك إلا خسارة إلا خسارة الخار عندك كنا لم تكن واضحة بل كانت مشوبة بالغين خسارة إلا خسارة تكون صفة الهمس فيها واضحة حتى تخرج سليل صحيحا فيه عندك سكتة كده ونزل لكم ما هو شفاء قلت ما هو شفاء ما هو شفاء لو نظرت هتجد أن حدث فاصل بين حرف ما النافية وشفاء لا ما هو شفاء أنت بتقرأ لا تفصل بين الحروف بعضها كمان دي كده من لحظاتي بالنسبة الكلمة واحدة هناك نافلة لك وقف ثام كويس عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود هذا البعث هذا المقام محقق لأن عسى إذا وقعت في القرآن هي رجاء وهي محقق عند الله عند الله سبحانه شكرا لك فعلا الرجاء عند الله محقق فأنت بتقول أنا بالنسبة لحق فتهجد بنافلة لك اسمع لي ما ليش دعاب أنا بتكلمك على المعنى التام في الآية نافلة لك وثم تقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود أنت قلت نافلة لك عسى أن يبعثك أن يبعثك ربك يستطيع أنه وصل يعني قلت عسى أن يبعثك ربك نافلة لك عسى أن يبعثك ربك أنت كده علقت المعنى وكأنه كن من الليل لعلك تبعث هذا خلص ومن الليل من نافلة لك هذا النافلة في الليل أمر منتهي عسى أن علق فأنت عسى لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود خدت بالك فالمعاني مهمة جدا والانتمام بالبد، حسن البد أو حسن الخط مهمة جداً للقارئ. بارك الله فيك ديكتور أحمد. ننتقل لجنة تحكيم الصوت سيد عاصم. ما شاء الله يعني شيخ عبد الفتاح يعني فصراحة أنت يعني عيشتنا معاني القرآن بالنسبة لقراءتك والتعبيرية جميلة جداً صوتك ما شاء الله في ثبات في قوة تعي تماماً ماذا تفعل ومتى تقول وتغير المقام ومتى تغير النغام متى تتفاعل مع السورة وهذا شيء جميل جداً بارك الله فيك أنا بصراحة ليس لدي أي تعليق عدا أنت يعني تنتبه إلى ملاحظات المتجودة. شكراً لك سيد عاصم أو سامحت لي شيخ حمد الله في التلاوة تلاوته يعني هو بارع في التصوير بارع وأنا عشت معاه يعني في المعاني وفي أدائه يعني ما شاء الله ويتفاعل وكذا عنده حس مرهف جداً وعنده ما شاء الله يعني لو لا أنه هو يستمع إلى قارئ ويعرفه هو حتى متأثر به في الحركات أيضاً والقارئ متخن لكن بس يأخذ فقط بإذن الله شكراً لك شكراً لك قارئ نعمل الفتاح موفق بارك الله فيك. سيد عاصم قبل أن ننتقل إلى المتسابق الأخير معنا في هذه الحلقة ذكرت قبل الفاصل وكنت تتكلم عن المساحة الصوتية كيف يمكن للإنسان القارئ أو من يشاهدنا أن يتعرف على مساحة صوتية هل هو بحاجة إلى معلم أو هناك تمرين بسيط يستطيع أن يتعرف على مستوى صوتية هو طبعاً الأفضل أن يلجأ إلى معلم ولكن يستطيع من خلال نفسه أيضاً أن يعني يختبر مساحته الصوتية بالبداية يبدأ مثلاً بقراءة أقل نغمة عنده بهذه الطريقة يقوم مثلاً بسم الله وينزل أخفض بسم الله أيضاً أنزل بسم الله الرحمن الرحيم مثلاً هذا هو أخفض طبقة عنده فماذا يفعل لا يقرأ بها يقرأ بشيء مرتفع قليلاً لأنه إذا قرأ بها ستكون مهتزة فيقرأ أرفع قليلاً منها ثم يفعل العكس في طبقة العالية مثلاً يقول عندما يقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يستطيع أن ينتقل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هكذا ينتقل في الأعلى إياك نعبد وإياك نستعين وهكذا يتعرف على تبخة صوته شكراً لك سيد عاصر بارك الله فيه ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى المتسابق الأخير معنا في هذه الحلقة من جمهورية مصر العربية والقارئ أحمد رجب محمد محمود أهلاً ومرحباً بك حياك الله موفق بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملاً يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوداً ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعي لا عود له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل بارك الله فيك القائر أحمد رجم على هذه التلاوة نستمع إياك للجنة التحكيم الشيخ عبد الرشيد صوفي تعقبك على التلاوة فتح الله على الشيخ أحمد بارك الله فيك فيما قرأته وما تلوت وأعطانا وإياك أجر ما قرأته وسمعنا كذلك إن شاء الله تعالى هناك بعض الملاحظات في التجويد بسيطة إن شاء الله تعالى معظم القراءة للتجويد محكمة في تجويد أخينا أحمد بارك الله فيه الذي كتبته هنا إذ يقول الذال هنا كأن فيها قلقلة لم تكن ثابتة كذلك أثناء قراءة ولربما أدى بك الخشوع إلى أنه صاحب بعض الأحرف شيء من الهمس ومن النفس وكذا ولكن ربما يُعذر الشخص في هذا لسبب الخشوع مثل قراءتك وعانت الوجوه للحي القيوم كأنك تسبقها بهواء أو تنفس وهذا بالنسبة للمقاييس التجويدية فيها خلل لكن إن شاء الله بالنسبة للقراءة التي هي من ناحية الخشوع وكذا هي مقبولة إن شاء الله فتح الله عليك شيء أحمد شكرا لكم شكرا لك الله لجنة تحكيم الصوتي تعقيبكم على التلاوة أحمد أرجب محمود فتح الله عليك وبارك الله فيك صوت حسن في المنطقة الوسطى أنت في المنطقة الوسطى تبرع لكن حينما ذهبت إلى منطقة الجواب لم تبرع والسر في ذلك أنهم لم يجالسوا أناس المتخصصين لمعرفة إمكانيات الصوت يا جماعة الخير رهو سر ليس العبرة بإني لملك الجواب والقراء والوسط لكنني أحسن فيما وهبني الله العبرة في التوظيف هذا الجمال في التوظيف النقطة الثانية سرعتك لو كانت أقل وطئا لو كانت سرعتك كنت أجمل قراءتك سريعة حذر لو كانت أقل كانت أجمل بارك الله فيك وفق الله لكل خير شكرا لكم عبدالعجان التحكيم شكرا لكم في ملاحظة صغيرة فقط أخي الكريم التجريح بشكل كثير في القراءة يضع في كتير المستوى يعني التجريح وهذا التجريح التي تفعله يعني ضعه في مستوى القراءة ويتعب السامع فحاول أن تقلل منه شكرا لكم شكرا للقارة أحمد رجم موفق إن شاء الله شكرا لأعضاء لجنة التحكيم وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام الحلقة القادمة هي الحلقة الأخيرة من من هؤلاء سيتأهل معنا وسيقرأ أمام لجنة التحكيم لحصوله على الجائزة الأولى وهي جائزة قراءة القرآن قبل تلك الجوائز التي وضعتها المؤسسة العامة الحي الثقافي كتارا في جائزة كتارا لتلاوة القرآن إلا ذلك الحين أراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته وبركاته شكرا لك